لنشاطة ماتر ستكون بالإضافة إلى محطة القطار المتوجدة في المطار أيضاً بالكتاح الرسمي إن شاء الله سيكون في يوم واحد أعتقد تتشيل خط السكة الحديدية نحو المطار نحن ربطنا المطار إذن بالقطار من القطار ينطلق من جزائي العاصمة نحو المطار مباشرة وتبعتوا أنتم المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية اللي قال باللي رح ننطلق كل ساعة فيه قطار كل ساعة ويعمل على أن يكون إن شاء الله إدارة الشركة تعمل على أن يكون نصف ساعة في المستقبل إذن المحطة تم استلامها وعملنا التجارب بالقطار وكن فريق منكم كان رفقنا في هذه التجارب بالحمد لله بالنسبة على أمل إن شاء الله يكون الميترو إن شاء الله على أفاق 2022 نهاية 2022 يكون الميترو والميترو هو اللي رح يحل المشاكل كبيرة الميترو أسرع والميترو فيها مزايا كبيرة مقارنة مع القطار عملي أكثر المحطة تع الميترو رانا دلناها يعني محطة نهائية تع الميترو في المطار الدولي تع الجزائر تم إنجازها باش ما نمقوش من بعد نحفره بعد ما ينسي المطار جديد ونحن بدون نقوموا بالحفر إلى غير ذلك إذن المحطة نجزناها يبقى الربط تع الأنفاق هذيك يتم مع الوقت يتم مع الوقت من الحراج حتى المطار وعندنا ذلك المطار سؤال ترحت على المطار المطار تمت الأشغال تتعرف باش المطار يستقبل جمهور يستقبل مواطنين ترجمة نانسي قنقر